بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله باب القراءة في الظهر والعصر ماذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته ما يتعلق بالقراءة قال عن أبي قتاده وهو الحارث ابن ربي الأنصار رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين أي كان إذا صلى بهم الظهر والعصر إذا صلى الظهر في الركعتين الأوليين يقرأ بالفاتحة وسورة بعد الفاتحة وأيضاً إذا صلى العصر في الركعة الأولى يقرأ الفاتحة وسورة ويسمعنا الآية أحياناً أن يرفع بعض الأحيان صوته بالآية والعلماء هنا يقولون هل كان النبي عليه الصلاة والسلام متعمداً بالجهر بالآية في الصلاة السرية أم أنه نفسه يجري بالآية فيرتفع صوته بالآية من غير تعمده وعلى كل حال لا بأس للإمام أن يرفع في بعض الأحيان في الصلاة السرية أن يرفع صوته بالآية في بعض الأحيان فكما ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك قال وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية إذا الركعة الأولى من الظهر تكون طويلة قال ويقصر الثانية والركعة الثانية تكون قصيرة يقول أهل العلم وذلك لأن الإنسان في أول صلاته يكون أنشط في أول صلاة فيطيل في الركعة الأولى وهكذا كلما تقدمت الصلوات يعتريه الفتور ولا يكون بالنشاط كما في الركعات الأولى قال وكذلك في الصبح أي في صلاة الصبح كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل في الركعة الأولى وهدي عليه الصلاة والسلام الإطالة في صلاتين أشدها طولا هي الفجر وبعدها صلاة الظهر الفجر وبعدها صلاة الظهر نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم سيما نجيني نفاتية نلنقو نفاتية باب القراءة في الظهر والعسر نلنقو نليزية يعني كي سومو أمباتك أنت كانا كي سومو نانيا صلاة الظهور نصلاة الظهور نصلاة الظهور نلنقو نليزية نونيكوازي كي سومو وكذلك وكذلك نصلاة الظهور أو صلاة الظهور نتا كانا أصومي أصومي ونمنغاني أعليزة كي سومو يملنقو حديثي يميقاتاد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنليزية بما ألقوى مطمو صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ألقوى كي تصليش سيسي فيطرع في الظهور والعسر أكاواني منيكو سومو وكذلك سوالة الظهور نصلاة الظهور في الركعتين الأوليين كذلك ركام بي ساموانزو بفاتحة الكتاب والسورتين يعني هلو دستور نا كويدة يمتوم صلى الله عليه وسلم كذلك ركام بي ساموانزو كذلك سوالة الظهور نصلاة الظهور نصلاة الظهور مباركوا كي سوا كذلك سألة الظهور كني ركام بي ساموانزو نصلاة الظهور اسمام سورة كيف comm todo نصلاة 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 ثمين كثير منيكو كيف والفاتحة والسورة التي بعدها سنة والسورة التي بعدها سنة والسورةaksi والسورة التي tidak possibilitä يشتركوا في القناة Nalikua kifubisha rakaya pili Wa kedhalika fisub Trakaya manzo nakua nifu Ya fuiya pili Nakua nifu piki logo Na hibia menebile kailizia Kwa mba alikuwa kifanya hivyo Kwa sababu kikawaida Mtu anabukua krika muanzo wa swala Kwa rakaia muanzo anakuwa na nashat Kijume anabukua tayari Meshendelea kusuali Kwa rakaia na ufatia Kuna hali fulani ya uvivo Au zembe unuweza kwa mpiti ya mtu yule Kwa hivyo mtume alikuwa na hali kama hiyo Na kithari kapia vile vile Mtu anabukua kawaida na poanza Kwa nakuwa na nashat Na napuzidi kuzidi kwa nani ya swala yake Anaiza kasi lua na hali fulani ya uvivo K trouvera hiindo ilikuwa nilesturi Na mwenendo wa mtume wa sasala Kulefusha rakaa ya muanzo katika tohor Na ya pili na kuwa nifopa kidogo Kedhalika hiti yaka kulefusha olharikasale ya asubu Rakaa ya muanzo ilikuwa ni Arifusha kidogo Na ya pili nakuwa Anayifanyia taksir Nakithari kailizia katika sala Eni swalaowo mtume likuwa kierifusha Kisomo ni sala ya elfajiri يا فتيونا صالح الظهر قال رحمه الله باب القراءة في الصبح يقال صلاة الصبح ويقال صلاة الفجر وأيهما ذكر في القرآن الكريم الفجر أم الصبح الصبح والدليل هل ذكرت صلاة الفجر أم صلاة الصبح مع الدليل أم حمد صلاة الصبح والدليل قرآن الفجر أنا أقول لك صلاة الصبح والصبح ليس الفجر أيهما ذكر في القرآن صلاة الصبح أم صلاة الفجر الفجر أم الصبح أشتي اللفظ اللفظ أريد اللفظ هل ذكرت صلاة الفجر أم صلاة الصبح أو لا شكلنا المعنى واحد بس أريد لفظ القرآن هل ذكرت صلاة الصبح والدليل هل ذكرت صلاة الصبح والدليل ذكرت أم لا لم تذكر لا ليس القسم هل جاء لفظ صلاة الفجر في القرآن أم لا لم يأتي أبو عبداللطيف يقول لم يأتي وأبو رافع يقول لم يأتي وأنا أقول قد أتى وصلاة الفجر صلاة الفجر لا صلاة الصبح بنفس صلاة الصبح لا لا لفظ صلاة الصبح يعني لفظ صلاة الفجر لفظ صلاة الفجر بلفظ الصلاة خل الصبح أريد لفظ صلاة الفجر هل جاء في القرآن بلفظ صلاة الفجر يعني هل جاء لفظ صلاة الفجر أو صلاة الصبح لا صلاة الفجر هل جاء في القرآن لفظ صلاة الفجر أين أم لأنك سمعتني قلت نعم قلت نعم إن كان إن أتيت بها فأنت ما أخذت بكلامي وإن لم تأتي بالدليل فأنت بس سمعتني قلت قولا فقلته لا ليس في سورة قف نعم قد ورد في القرآن في قوله صلاة الفجر هكذا صلاة الفجر في سورة النور ومن قبل صلاة الفجر أحسنتم في شأن الذين يستأذنون ومن قبل صلاة الفجر فما يذهب الذهن إليها بسهولة طيب قال باب القرآن في الصبح عن قطبة إبن مالك قطبة منصرف يا أبا سلسديل أم ممنوع من الصرف والمانع له تعليق التأنيف لا التأنيف لا تمنع من الصرف إلا إذا كانت بالألف التأنيف إذا كانت بالألف هي التي تمنع لوحدها إلا واحدة تقوم مقام الملتين وهنا ليس التأنيف بالألف هنا التأنيف بالتأل فيكون المانع له من الصرف ماذا آه نسي ألها أبا سلسديل الصفق في الأسواق آه من يجيب المانع لها من الصرف العالمية والتأنيف نعم العالمية والتأنيف عن قطبة ابن مالك قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد فقرأ قاف والقرآن المجيد دهي على أنه لم يكن أن أعسى لم يسميها هل كان أن أعسى لم يسميها قاف كانوا يسمونها قاف أم قاف والقرآن المجيد ينظر قال حتى قرأ والنخل باسقات والنخل باسقات أي طويلات تجد بعض النخل سبحان الله في السماء قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال يعني بقى وصل إلى هذه الآية وشغل بترديدها ولم ينتبه ماذا قال بعد ذلك فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة الفجر بصورة إيش قاف وهل قرأ بها في الركعتين أم في ركعة واحدة لا الذي يظهر أنه قرأ بها في ركعة واحدة لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان من عادة كثيرا إذا كانت السور مثل هذه في الطول كان يقرأها في ركعة ألا ترى يوم الجمعة في الركعة الأولى في الصباح الجمعة فجر الجمعة الأولى السجدة والثانية الإنسان فأكثر عادة عليه الصلاة والسلام إنه يقرأ في الركعة سورة وفي الركعة الأخرى سورة أخرى هذا الذي يظهر والله أعلم بأن الصحابي قطبة يقول لا أدري بعد ذلك ما قال فضل سورة أرسول الله صلى الله عليه وسلم سورة أرسول الله صلى الله عليه وسلم سورة أرسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قواف والقرآن المجيد كيوثم 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 شبورا كيوثم هذا لكيوثم كيوثم كيوثم المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة في هذه الحالة المرأة عليها أن تنفصل من الجماعة تكمل صلاتها بنفسها مثلا لو أن الإيمان في الركعة الأولى وبقي ركعة في التراويح يحدث شيء من الإطالة وولدها يصيح فإنها لا تجعل ولد يصيح حتى تسلم لا تنوي الخروج فتكمل الركعة تركع وتأتي بالركعة الثانية بخفة وتنتهي وتسلم وتأخذ ولدها ما في شيء تنوي الانفصال وتأتي بالركعة الثانية وتأخذ ولدها أما أن تبقى الولد يصيح مثلا وهي تريد أن تستمر فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على ذلك على التخفيف إذا حدث شيء فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وممتما صلى الله عليه وسلم لكوا كيصومة نصالة يظهوري سورة الليل ليني شارة قوamba متمو likua نفاني تخفيف باذي ينكاتي كما للوسoma هذي كونة قوamba متمو likua kiirefusha ilera kaya muanzu wa tika صلى الله عليه لكني نحديث hii تukuta قوamba likua نفاني نصالة سورة الليل ليني شارة قوamba likua نفاني 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 تخفيف كوا باذي ينكاتي کو mana hakuwa ni mwini kuiirefusha sole ya dhuuri wakati wotie kila wakati nabukuja narefusha hivyo hivyo ya mana wakati mingine narefusha wakati mingine anafanya تخfيف hivyo nivya ilibukua talatibuyaki la mungusu wake mthumo sallallahu sallam wa fila asri nahwa thalik bile bile wakati wala siri pia likuwa kifanya hivyo akifanya wakati mingine ananzaka fanya tخfif wakati mingine ananzaka fanyi akatawilisha وفي السبح أطول من ذلك وكذلك وكاتي وسبح أليكوا كي رفوشة سوالة الفجير كوليكو سوالة زينينة نكيشة غيريزة بيا كتك سوالة كورفوشة نكوفبشة نجام مبالي لكولي كتوكي ومتومة صلى الله عليه وسلم حتى وكاتي وصالة الفجير كمنا نفهميكم مباليكو إليكو كوينيكو لكوليكو رفوشة كيصوم لakini pia kuna bagi inyakati pia wakati وصالة الفجير pia mtume alikuwa kifupisha kifanya takfifith na hasa hasa napotokea jambu kama nivailizia kama kuna siku miunguri mwasiku tumasallahu sallam alianza kusalisha kari kasuala الفجير aka anza muanzu wa suratul muuminun ikatokea, akaskia mtoto alia akafanya takfifith kwa hivya sola la kurefusha kwenye sala الفجير au sala ya thuhur sio jambu ambalo lina kuwa ni daima neza ukarefusha wakati nakuna wakati mingino kufaya nini takfif even ife limukua kwa mtume sallallahu sallam na kisa kakusia pia katika asuala lingine kama vile mtu anasuali labda asuala ya tarawe thanu mwanamuke asuali nyuma kule katika jemsoga ha hakatukea mtoto alia hestani yoni uyu anarusiwa kufaya takfif kwa mana まずi anarusiwa kufaya jaamaa heye anarusiwa ku wacha ili yaamaa kama ali kwa menshi asuali rakamuja hafanya takfifu asuali getika amalizi ya rak permissions ufwa sawari mtoto alia sila afanyi ratika asaliyaki عن جبير بن مطعم ما يعرى ببني عن جبير بن يابا طرحة صفة نعم أحسنت عن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب الذي يظهر أيضا أنه إذا ذكروا يقرأ كذا في الصلاة كذا الذي يظهر أنه في الركعتين إلا إذا قال قرأ في الركعة الأولى كذا وفي الركعة الثانية كذا الذي يظهر الله أعلم أيضا أن الطور قرأها في الركعتين قال قرأ بالطور لأن جبير رضي الله عنه عندما قدم المدينة في شان أسار بدر وكان أنذاك مشركا فقدم عليهم وافاهم وهم يصلون صلاة المغرب فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الطور وسمع قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون فقال كاد قلبي أن يطير تأثرا بكلام الله سبحانه وتعالى وجبير أبوه المطعم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر معروف المطعم بن عدي وذلك عندما النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وأذي ولا سيما بعد موت عمي أبي طالب قال من يأوين أو من أكون يعني في عهده وأمانه فقال المطعم هو في عهده فلا أحد يمسه بسوء فلا زال النبي عليه الصلاة والسلام يذكر معروف ويقول لو كان المطعم بن عدي حياً لا أعطيته هؤلاء النثنى أي الأسارة إكراماً له انظر كيف عرف النبي عليه الصلاة والسلام كيف يذكر معروف من وهو إيش كيف مروءة شهامة أخلاق فاضلة فلا تنسى معروف من أحسن إليه ومهما حصل اذكر معروفة وجميلة وصنيعة ليس لأدفه الأسباب تنسى الجميل والمعروف قال كان يقرأ في صلاة المغرب بالطور والطور لا بس إذن لو سمعت رجلاً يقرأ في صلاة المغرب بالطور هو مقتل بالنبي عليه الصلاة والسلام لا تقل أطالاً فإن قلت هنا شيبات أيضاً كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام شيبات فما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ثم يطاله إذا كنت تفعل كما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو خير الهد هديه عليه الصلاة والسلام خير الهد هديه عليه الصلاة والسلام نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب ألا زيكم بحوجبير بن مطعم كما بحسوليكم كما بحلمسكية ثم صلى الله وسلم أكي سوما كتك سوالي مغرب اكي سوما صورة الطور نعم كيليزكم بحوجبير وكتلك المسكية ثم صلى الله وسلم أكي سوما هي الصورة وكتك هو بعدها يقوم فإسلام نعم فإسلام اli بحسكية ثم كيسوا ما هي صورة لقفق قولي يا الله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أكسيما قلت كاد قلبي أن تطير يعني لقربية مو يوانق قبا فهل يكواثريك لما نينو يا الله سبحانه وتعالى أكسيما قلت قلت هو مطعم بن حدي ثم صلى الله عليه وسلم لكوانا كنبوك ويمواك ويموا liufanya ويموا نقوما likuwa nikafir لakini mtume likuwa nakumbuka ويموا waki لنipale mtume sallam halipokuwa kisema kamba ni nani ambaya takeni hami halipokuwa maka nani atakeni hami au nani ambaya takesi maman na mimi hili nehezo kufikisha ujumbe huyu muthuim halisimama kama metangaza kama mtu yote asi mfanyi ubaya mtume sallallahu sallam kwa hili wema hu mtume likuwa aki ukumbuka sana na ilifika mahala bada kwa ubana mefariki mtume yakasema akawa nasema laiti angekwebo huyu muthuim ninge mpa asara yale wale mateka wabathe kwa sababu yanini ya ukumbuka ule wema waki wakumfanyia ile himaya na kumkinga asisibiwa na ubaya uote la hindo hali ya tabia nchema za mtume sallallahu sallam na meo pia vila vila ndakana mtu waweze kupata mafunzo na apate kumuhiga mtume katika hili ya ni mtu wakumfanyia maaruf kufanyia wema hata kama metukia hali yote kutoku iliwana lazima ukumbuke ule wema waki na ule uzuri ya lukufanyia kutha nileza kamba tumalikua akisoma suratitur kwenye suale ya magharibi na mara nyingi akireza pia mara nyingi ukiwana kwa memikuja hivyo amisoma suratitur kama hizi suramadu nidefu eni azingatiwa kamba alisoma kwenye suale ya yote wenda kasoma kidogo kwenye rakaa akanyingina kasoma kidogo na pia kailiza kumukuta mtu anasoma kwenye suale ya magharibi suratitur siyo kasema kamba hamefanyini hame huyu wana narifusha sana suale suseme hivyo bali hame tanguliwa na mtume sallallahu sallam katika hilo na pia kisema kamba labda kuna wazi hata zama za mtume sallallahu 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 sallam palikuwipu na wazi wa hivyo yani usiju ka walimu nyingu kula lamika wukalitamaninu katika hilo nijambu ambalu liku kama ilibukuwaka mtume sallallahu sallallahu sallam qala l'imam muhammadi bin u'abdi l-wahaaba al-nagli rahimahullah qala wa qawlihi ta'ala thumma auhayna ilayhi al-nabi alayhi sallallahu 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 sallam an-nehu sachib al-hanifiyah مع ذلك كان يخشى ويخاف على نفسه رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام يخاف يدعو الله أن يجنبه وذريته عبادة الأوثان والأصنام إذن نحن من باب أولى نخاف على أنفسنا خاف على أنفسنا ومن هو أفضل الأنبياء بعد النبي عليه الصلاة والسلام يا عبدالجليم إبراهيم أحسنت وبعد إبراهيم قيل موسى وقيل نوع لكن الذين هم مذكورون في الله كل العزم للرسل نا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم هكذا نعم إسماعيل ليس منهم نعم وأولو العزم ذكروا في سورتين في القرآن الكريم فما السورتان أولو العزم ذكروا في القرآن في سورتين فما السورتان لا الشورة 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 واحد الثاني الأحقاف الأحزاب بس الأحقاف قالت فاصبر كما صبر أولو العزو لكن الأسماء في الأحزاب وفي الشورة أحسن تفضل يا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما كان من المشركين نوالحقوا كذلك وشركين أكسا كإليسا قم با نبي الله إبراهيم أمدى فاميكم من أبو الموهدين إبابا وواتو وتوحيد كذلك كإليسيا بيا يعني اليقوم بورا كذلك كما نبي الله با ليمتم صلى الله عليه وسلم نيبراهيم وكذلك كذلك كإليسيا ونفاتية ونفاتية ولي أولو العزم كذلك كتالي ومتالي كتك سورة الأحزاب وكما ديني ونبي نبيل كتك سورة الشورة ومتالي وكما ديني وكما ديني إن شاء الله غدن كما تعلمون محاضرة أخينا أبرافع إزاهم الله خير لا يكون الحال أبرافع 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 أبراف أبراف مسألة محل نظر بين أهل العلم كما سمعتم من أخينا أبي رافع أن الشيخ ابن باز وابن عثيمين يقولون لا بأس بالقنوة في رمضان خاصة بالقسم الأخير ويقول يفعل في بعض الأحيان لكن أنا مذهبي في هذه القضية أن لم تنقل عائشة رضي الله عنها عندما نقلت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل نقلت كيف كان يصلي ولم تنقل أنه كان يدعو يقنط وهي أخبر بصلاته عليه الصلاة والسلام وليس ليلة واحدة إنما ليالي وهو يصلي وأيضا لم يثبت أن يعني لما صلى بهم جمعهم عمر أنه كان يقنص بهم أبي إنما جاء عن بعض السلف أنه كان يفعله في بعض الأحيان ولا سيما إذا انتصف وأما حديث أنه علم الحسن أن يقولها في وتره بعض المحققين قال الحديث من أصله ضعيف تعليم النبي عليه الصلاة والسلام للحسن أن يقول تلك الكلمات بدون أن يذكر ذلك لأصحابه وخص الحسن فقط قال الحديث من أصله ضعيف والشيخ مغبر رحمه الله لا يضعف الحديث كاملا إنما يضعف لفظة في وتره أن يقولها في وتره لفظة في وتره ضعيفة وعلى صحة الحديث يبقى الدعاء اللهم هدنا في من هديه يقولها في سجوده في أي دعاء في أي دعاء والحاصل كما سمعتم من أخذ بما ذهب إليه بن باز وابن عثيمين وغيره من أهلهم لا حرد حتى لو تقدم بنا واحد صلى وقنت ما في شيء أنا عنه ما في شيء لا أقول له لماذا فعلت لكن أنا إذا صليت لا أوتر لهذا الذي سمعتموه أنه عائشة التي نقلت صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم تنقل الوتر أنه كان يقنت أنه كان يقول كذا وكذا وكذا ثم أين الصحابة من هذا العمل ولماذا خص به الحسن دون سائر الصحابة دون سائر الصحابة فخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام لكن كما سمعتم لا أنا لا أتحجر في هذه المسألة ولهذا عندما تكلم أخونا كلام سديد كلام سديد راحة هذا مذهب لأقوال أهل الأهل ليس يعني ما في اللطاء ما أقول أنا لا عندما تكون المسألة واسعة وواحد يطرح طرف آخر لا يعتموه لا في شيء بل حتى لو صلوا وقانت لا في شيء لكن أنا الذي هذا أطمئد إليه وأسير عليه شيء يعني كما سمعته لا أكرر كما سمعته واحد يريد أن يقول شيئا نعم أحسنت هذا كلام قد قاله نعم من أهل العلم وأهل العلم مختلفون في تحديد أهل العز من الرسل مختلفون وساب اختلافهم أنه لم يأتي نص صريح صحيح صحيح صريح ينص على هؤلاء فهمت لم يأتي نص صريح صحيح ينص على أن هؤلاء هم أولي العزم هذا هو محل الخلافة ولهذا منهم من يقول كذا منهم من يقول كذا فهمت هذا هو لا تدل نحتاج لو قلنا على الخمسة نحتاج إلى دليل من قال تدل على الخمسة قلنا هذا الدليل نعم بقية شيئون تفضل تفضل شكرا شكرا مرحبًا أَنْ أَفِيَسْنَ بِلْحَيَنْ أَفْيَئَدْهِ أَنْ أَفْيَذِ جَأَوْهِ أَفْيَا تُعِيَدْهُ أَفْيَدْهُ أَفْيَدْهُ أَفْيَدُобْ حِصْمَ اهْ أَفْيَدْهُ أَفْيَدْهُ لا 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 لأن لهم بعيدين عن السنة أي حاجة سنة ما يفعلوها في سنة يهربوا منها أي حاجة سنة ما فيه دعا كانت صلي المرأة في المسجد هناك حجاب ما فيه مشكلة لكن إن كان قصدهم أنهم يدخلون مع النساء والنساء مختلطات هذا نعم فلوهم صحيح إن كان قصد القادرية أنهم لا يدخلون المسجد الذي النساء متبرجات فقد أصابوا وإن كان يقصدون أنه حتى لو كان هناك من وراء حجاب فقد أساءوا من ملمئن ولنساء قصد المسجد أنه يوجد أنه كثير من المسجد Ni kwa sabamu wao wako mbali nasuna Lakini ya keeleza kamba Kama itakuwa malingo yao na makusulio yao Hawezi kuingia kwenye msikiti ambao unaswaliwa Wanaume na wanawake Wanaingia wakati moja wakiwa wamesyanganyika Eni wanaingia kwa pamoja wata kwa pamoja Kama malingo yao ni ya kwa hivi Hawaingi kuswali kwenye msikiti kama huu Watakuwa wamepatia Lakini kama tu Madamu hata kama msikiti huu kuna Pazia baini wanawume na wanawake Kina chutinganisha baini wanawume na wanawake Hiya hawezi kuingia kwenye msikiti huu Basi watakuwa mefanya ubaya kwenye kwenye upande huu Yaani yaathabu ila masjida akhar Laa yaani ino yitruka salaa fiil masjid Wa yusalli fi byti Ya bachat عن masjid akhar Napia Hililio sahihi kwa kama msikiti Ambo unaswaliwa wanawume na wanawake Fana mchanganyiku kama huu Wana ingiywa wanawume na wanawake Yani mukhtalikini Mchanganyikana Mtabarrijat Yatikahalika mahiyo Yani Wasiati suala msikiti ni Kusaliya msikiti ni moja kwa moja Wana mtu akharata kusali msikiti ni Kwa sabuhi Kena kusaliya nyumani kwa kisi wa sawa Wa tafut e msikiti mungini wa kusali Niam Kunta tureid an teseal Khaalas Alhamdulillah 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 Subhanallahumma Alhamdulillah 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 Alhamdulillah